موسيقى موسيقى تقلّفت بسنة 2014 أسسناها أنا وجوزي والفكرة منها كانت أن تجمع الإنتيريور والنفس الوقت كلهم عندما تقوم بأمبرلا وبهذه الطريقة نقدر نحن والكلينت إيفن بكون مرتاح أنه يقدر يأخذ أحسن جودي وبوقت وما يوجه راسه بنفس الوقت بكذا سبلاير فهو يكون كل شي عم يرجع لنفس الفيرم يلي بكون الفيرم عند تعيطها تهتم بكل شيء متأكيد بالتشاور مع الزبائن بتهتموا بالنوع معين من الدكار ولا كل الأنواي محلات تجارية أبارتمنت شو الاختصاص؟ نحن نهتم بكل شيء ترنكي بروجيكت لأنه هي الفكرة منها كانت أنه نخلص بروجيكت من A إلى Z بنعمل ريزيدانشل أبارتمنت فيلاس يعني اشتغلنا قبل ونفس الوقت بوتيكت ستورز كل شيء بنعمل وطبعاً ها دائماً منحب نحب ونفتحين على كل شيء مركزكم لبنان بيروت بهذه الظروف قادرين تكونوا بالسوق اللبناني فاعلين هلا طبعاً أنه تأثرنا مثل أي بزنس تأثر بس تعرف اللبناني دائماً في عنده بيرجع بقلع وبيرجع بيمشى الحال وبترجع المشاريع إن شاء الله يا رب راح نشوف فيديو وفرجينا شوي نوعية التصميم اللي انتو بتهتموا فيها والطريقة والستيل اللي انتو بتشتغلوا عليه شا عم نشوف؟ هيدا البروجيكت هو بالداونتاون بيروت الكلاينت عطينا هيدا الاسبايس كور ان شال فكل شي عم بتشوفوه هو كله من تصميمنا وتنفيذنا بلبناني كان عالعظم يعني كان عالعظم حتى كان ما فيه حتى سبريشي وولد بالقوة الدروم الاركيتكتور كلنا اشتغلناها نحنا كانت تشالنج كتير هيدا البروجيكت نفس الوقت كان كتير حلو من البروجيكت اللي كتير بحبه لأنه كان البودجت تعيته كانت فقدرنا قدمة يعني كل ما تيرا ما نحبها استعملناها وإذا بتلاحظه اتفري الليكجوريوس أبارتمنت استعملنا فيها الخشب البراس الماربل هون عام نقول انه بجت مفتوح فالشغل بيصير بطريقة هلا إذا البجت محدد طبعا بكمان كمان بتشاور مع الزبون بيقدر يحصل على الأشياء اللي هو بيحبها هادي بتكون كمان بترجع لخبر التالنتيوري ديزاينر كيف بيقدر يكون من أي بجت من أي سبيس لمدة بجت أو سبيس صغيري يقدر يطلع كل شيء الكلاينت متى الرفلاكشن لقاله كل شيء عم نشوفه كلنا بالفيديو كل شيء كل التفاصيل هي من شركة تنفيذ يعني ما بيتعرف عشي اللي زبون بيقدر يكون متكل كلية مفتوح على البيت مفروش خالص يعني وتعامل بيصير بلبدان لكن مع اليد العام الليبنية والسابلاير الليبنية أنا بحب كمان نوه انه عنا السابلايرز نحنا كتير شاطرين وكتير مبدعين يعني ودائما نحنا منحرس على انه السابلايرز عم نشتغل معهم يعطونا هاي انت فنش لان نحنا ما منقبل إلا يكون طوب نوت يعني الإكزيكيوشن اللي قتاعنا هلا عم نشوف أبارتمنت تاني وستايل مختلف كمان هلا هادي الأبارتمنت مودرن أكتر حبيت شوي مرقة هادي بعد منا خالصة توتالي بارتمنت هادي الأبارتمنت انا عم فرجيها وان شاء الله لاتر برجع أفرجي البارت التاني كمان هادي الاسبايس كان تشالنج الكلاينت كتير بتحب كل شي كتير مرتب وكتير منظم فقد ما فينا جربنا بهيدي الايلاند كمان ساعة سبيس أكتر لان انا بعتبر ان البركتيكاليتي كتير مهمة بالدزاين أكيد تكون يعني الإنسان مرتاح مش بس بالأشياء حلوة الأشياء مريحة كمان وقدر يكون عم يتحرك براحة ببيته مية بالمية كل هادي التفاصيل اللي عم نشوفها متل ما قلنا فإذاً تنشغل بلبنان اكزاكت وكلها كاستومايز حسب الدزاين طبعا في أشياء تستورد من الخارج اللي ما لا تصنع بلبنان أو بتكون يعني مطلوبة بس عم نشوف كمانة يعني كتير ستايل لاكجوريوس ما صح هلا الكلينت أنا الكلينت بهذا البروجيكت إذا بتلاحظي هوني هوم لايك بوتيكة عملنا له اللي عني كتير بتحب الفاشن وكتير أورجنايز مثل ما لاحظتي فجربنا قد ما فينا بالدرسنج روم تعيطها نستفيد من كل سبيس بهذا البل أوت كابنت كمان حتى تستفيد من سبيس أكتر فيها ويكون كل الأشياء أورجنايز طب كيف بيصير التعامل مع الزبين لحتى اللي توصلوا تقدروا تتعطو نتيجة اللي هو بدو إيها يعني بالنهاية ترحلو هذا السؤال أنا بعتبر أنه أهم شيء اللي ينجح المشروع هو العلاقة بين الدزاينر والفيرم والكلاينت لأنه أنا بحث الكوميكيشن هي أهم شيء أول شيء أنه حتى يطلع البروجيكت عن جد يعني مثل رفلكشن للبرسنالتي أنا بحث للبيبو لأنهم يحبون في مكان يعني لازم يكون فيه كوميكيشن بينتهم وبين الدزاينر وتكون الدزاينر كتير أبن لألون يعني بتعرف أنت في كتير دزاينر بيقول أنه بيعنده شوية على أنه لأنه لأنه إحنا كرمال الدزاين لازم نعمل هيك بيجبره الكلاينت أنا كتير قبلت هيك أشياء مشاكل بتلاقي آخر شيء أنه قاعد ببيته منه كتير حبه مية بالمية فأنا بجرب قدمة فيه كون كتير ترانسبيرنت مع الكلاينت وبنعمل أكيد الدزاين في ذي كتير مهمة لأنه بيقدر الكلاينت يشوف ستب بي ستب كيف حيكون بيته خلال 3D هذي كلها بتساعد أنه الكلاينت يقدر يتخيل بيته كيف بيكون قبل ما يخلص فأنا بعتبر أنه يعني نمبر وان ريزن حتى ينجح البروجيكت هو الكممنيكيشن مع الكلاينت أكيد السئة بين دزاينر والكلاينت عكدا عم شوف بالصور كمان التفاصيل يعني يلي كتير مهمة بكل تفاصيل بكل زاوية في تفاصيل معينة نحن كتير مبعفة يمكن لو بيشوف رجيات نحن حطينا شوية بروجيكت عم تكرمي للوقت نحن كتير نحب نحتام بالديتيلز أنا بعتبر أن الديتيل هني عن جد بيميزوا كل بروجيكت عن الثاني وبيخلو كمان بيميز الكلاينت اللي قاعد بهالبيت عن الناس الثانيين فبحث أن هالتوتشز بتكون بتعكس شوية البرسنالتي تعيتهم والنيتس دعولهم شو عن الوقت فاتن يلي بياخدوا تصميم من هالنوع هالقدي يعني فيه دقة لحتى لي يخلص أبارتمنت معين هلأ إذا كان بتعرفي هلأ بوجهنا شوية تشالينجز بالتنفيذ وهيك وساعات الكلاينت مثلا ليوصل لأنه شيء أوكي قبله بتعرفي نحن نعمل كذا فايز ديزاين لنوصل أول ما يصير نحن أوكي ونقبل الكونسبت فايز ساعاتها بتصير عشان مروح على البودجيتينج وأداء بيكلفوا هيك بس ما المفروض ياخد أكتر من ستة شهر لثمانت شهر يعني الأبارتمنت طبعا فيه يكون أقل فيه يكون أكتر حسب مسيحطها وحسب شو الديزاين شو ما تطلب بتعرفي هالقيام شوية الماتيري المعمل اللي إياه هندد برسانتهم في عشان منطلبها مبارة حسب قدية بتوصلوا هيك يعني كماتيريال يعني فإذا الدراسة ما قبل التنفيذ كمان بتخد وقت وكمان مهمة كيف بتكون المراحل؟ أول شي نحن بريش بسكتشينج هلا قبل هولي كله نحن نعود مع الكلاينت منشوف ويفيزت لسايت منشوف الكلاينت منتحدث معه منتعرف عليه أكتر منتعرف على كل أفراد عائلته ومشوف نيتس اللي هني بيحاجة لقلها بالسبيس اللي هني حيعيشوا فيه وطبع ساعتا بترجع لقلنا شغلتنا هاي إنو نعمل الديزاين حتى يكون أستاتيك ونفس الوقت كمان يكون براكتكال وبترجع من بعد هاي دي المرحلة بتاخد تقريبا شهر لشهر ونص ماكسمون بعدين بنعمل لهم الفيديواليزيشن بنكون احنا عملنا ماتيري سيلاكشن نقاينا نحنا شو هن الألوان حنستعملها شو الماتيري اللي هنستعملها وابتر ذات بنبلش بالبجيتينج والقوست لهيدا ونبلش شفنا الأماكن الخاصة الأماكن العامة كمان إلى محلة طبعا محلات التجارية المطاعم هون عمشوف كفيت عمشوف ريستو كفيت صح اكزاكلي خبرنا شو مميزات يعني كيف بتشتغلي على ريستو كفيت مثلا غير شي عن الأبارتمنم دايما بترفي بالكوميرشال أريا زو هيك دايما لازم تكون تحسيها فراندلي ولكومينج نفس الوقت وتكون مريحة يعني يعدوا فيها هني جين لا يرتاحوا وجي فمجرب نشتغل على الألوان على الماتيريال مثلا هيدا عمشوف نحنا سويت شوب هيدا اشتغلت أكتر أنا بحس أن الأكل كتير حلو أهم شي عندك تطلعي تحسي نضيف أي يعني هالطولن بين كاندي فاستعملنا هاللون الأبيض البينك وهيكي بيعقص السويت يلي هو محل السويت فإذا كل يعني نوع مكان كمان له الفكرة تبعيته صح يلي لازم تكون مناسبة مضبوط هلأ كمان أنا بحب أقول شي أنه الناس يمكن بتخاف شوية من الانتيري ديزاينر أنه هني أنه بتعفينه كتير اتو القوز دام وهيكي بس أنا بحبون أنه كل يعني كل البروجيكت يلي البدجت لقله وفي الواحد يحط البدجت يلي بده يه وفي ناش بتفكر حلع متوفر إذا ما جابت شي دينة هاي عن الانتيري ديزاينر أنا بقول لا بالعكس لأن الانتيري ديزاينر فعنده يعني بالديزاينر هو عم بيعانه بيقدر يكون حسب البدجت تعيته يعني بيأخذ البدجت بيستغل على هالأساس وعنده خبرته المعينة يلي بتقدر تكون عم بساعدة وهيك ما بيطر يعيد كذا مرة الكلاينت يوعب أخساره وهيك لهو كمان أكتر شيء من أهم الأشياء كل شيء مهم يعني بس من أهم الأشياء كمان هو التنفيذ والتنفيذ يلي بيكون صعب على الزمون لحاله ويكون عم يعملوا مش نيك نحن طلعنا بقسة تنفيذ كترنكي انتيري ديزاين فرم أنه هي تقدر تخفف على الكلاينت اسمها تنفيذية اسمها تنفيذ اسمها تنفيذ وهي اسم عم أصمه إذا بدك بتخفف على الكلاينت وقت وبتخفف على الوقت واجع راس على الكلاينت أهلا وسهلا فيك باتنيتاني أرد روملي شكراً لوجودك معنا تحية لإليك و للفريق العامل بمؤسسة شركة تنفيذ وبنتمنى لكم أكيد كل التوفيق نأخذوا أشياء هلأ ونرجع من تابعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر